السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد في الشيوات السبعي كانت مننا تكونوا بخير وعلى خير تحضير دليوم واحد الأكلة عجيبة وزوينة ولديدة بزاف وما كان حضروهاش بزاف ولكن راه اللي يجربها راه غدي بقي حضرها كانت مننا اللي شاب هاد الوصفة يبدي يحضرها راه كتجي لديدة بزاف بزاف وفيها الفوائد ودب ان شاء الله غدي ندوز طريقات التحضير اول حاجة في هاد تحضير ديال هاد الأكلة هنا درت المهنة فهاد الكسرونة باش غدي نسلقو هادي الملحة شوية ديال الملحة فاش غدي تسلق هاد الأكلة الضراع نتاع البقرة حيتي يكون فيه الحليب خصنا نسلقو باش يتحيد منو داك الحليب عادي مكلينا نحضرو بي اللي بغينا نحضرو غدي نسلقو واحد عشرة ديال تقايق ديال سليق ونولي ونطلقو اول دراع بعدما سلقسو عشرة ديال تقايق كي مشتسو في الما والملح درسو هنا في هاد الكسكاس تسقطر دا بغدا نقطعو قطع صغيرة غنقطعو غي صغير ها هو دا بغدا نقطعو هو يجي تقطع عاقو صغير قيجي يحسن القزرم اللي كي عبرو لنا هو كيقطعو فها لدو قطرو فاكبار ولكن حنا ملي كيتسلق كنعودو نقطعو رقيق انا را كان قولي لا جربتو را ما عمركم صغنوا عليها را فيه الماداق زوين والديد بزاف أكلة ديالو زوينة ورا كان وصي وعلي القزر عاد باش يخليه لنا ماشي القزر اللي كيبيع اللي كيبيع اللي كيبيع الدورة والراس وذاك الشي هو اللي كيكون يبيع الدراع دا بغدا نقاها قمصة مرة هدا تقطاع ديالو حتى نكمل وانا را عندي كيلو هنا يا دراع الكيميال اللي عندي كملتها في التقطاع كما قلت لكم انا عندي كيلو دا بغدا ننسبو هدين ديرو هنا في الكوكوت نجرز الضغط هيد شوية كيز الطياب هو خصو داروري نديرو في تنجرز الضغط باش نزيرو عليه هيد طياب هدو عليه زيان زوابيل باش غادي ننسبو عندي هنيات حميرة مع القاون الصغيرة فابريكا الكامون مع القا صغيرة الخرقوم مع القا صغيرة او الكوركوم سكينجبير مع القا صغيرة هنيا عندي القصبور حبوب قصبور ليابس نسمع القا صغيرة هدا همات ثوابيل باش غادي نحطروا سومة هنا عندي ربعات دي الفصوص كبارة ورا كي بغي شوية سومة حكيتهم ربعات دي الفصوص المعدنوس تجمع القا كبار دي المعدنوس مقطع رقيق الزيت البلدية عندي هنا هاد الكاس صغير مع مرش قياس واحد تستغل مع القا كبار حيث هو دبا منين كان سلقوه بالماء والملح ما كيبقاش فيه لي دام ديالو تيكون فيه الحليب منلي كيتسلق كيخرج منه كل شي هادين ذي اللي هاد القياس ديال الزيت باش يجي في الطياب ديالو مش حر وواق في دامو عندي هنايا واحد مئة وخمسين جرام ديال الماطيشة راني عبرتها هيد عندي كيلو فيه هو واحد مئة وخمسين جرام ديال الماطيشة قطعتها قطع صغيرة الملحة حسب الضق عود حتى نطيبو منيني لخصتني شوية الملحة نقطر نزيدها لي هنايا عندي سودانية يبسة ببغيتش نديرها مطحونة هادي غادي نديرها هكاية طيب ونحيدها من بعد واش ما نحرره كيلي ما كيبغيش الحر ولي كي يقول الحر يدير فيه تسم مطحونة دابا هادو هما التوابيل هانا كان قول راه اللي دق هاد هاد الوصفة ديال هاد دراع راه كيجي رائع دابا غادي نرده شوية نقليف هاد العطرية دياله وعاد نولي نمرقه باش نسد عليه ها طيب باش نولي وان شاء الله نتلاقه ها هواتي تشحف راه هوا نشف هاي ديك ما طيشة كلها دابت ما بقتش دابت ما بقتش دابا غادي ندير لي المعت ونسد عليه دابت ما بقتش دابت ما بقتش اواتي تج Jed配 دابت ما بقتش دابت ما بقتش وانا ما بقتش دابت ما بقتش هاد الوصفرة لقد سيدة وبنين بزاف وكنت منا تجربوه وبصحة والراحي لفيديو مقبل ان شاء الله